هذا التاريخ هو لفهم ما حدث ولي حتى لا يتكرر ولفهم المستقبل حتى لا نرتكب نفس الأخطاء بشيح نطول في موضوع هذا لكن ربما ربع ساعة لكن فقط نجيب بعض ما حدث خلينا نشوفوا يومها كيف أعلن العربي بالخير لأن بالتأكيد وكثير من ما يتابعونني ما حضروش تلك الفترة لقل من ربعين سنة بالتأكيد ما يتذكرش أو ما حضرش تلك الفترة خلينا هذا العربي بالخير أيضاً بالكاين كثير من ما يعرفوش وهو الجنرال فاوش يقول هذه 27 ديسمبر مثل اليوم على هذه 206 موضوعية 167 موضوعية 20 موضوعية 16 موضوعية 3 موضوعية 20 موضوعية باش منطولش عليكم هو هنا يتحدث على أرقام جزئية تعد دور الأول في هذه اللحظة اللي كان يتكلم فيها يوم الجمعة 27 ديسمبر في حدود الواحدة أو اثنين تعد دور هذا الظهر كانوا عدد الأرقام اللي عنده من طرف وزار الداخلية هذا جنرال العربي بالخير أحد كابرانات فرنسا واللي أصبح وزير الداخلية بداية من جوان 91 في جوان 91 وقع ما وسميها نشوط الأول لانقلاب اللي يطاح بحكومة حمروش في جوان 91 ومقتل أيضاً وجرح المئات دبابات سحفت عليهم في الساحات اللي كانوا معتصمين فيها زحفة الدبابات تخيلوا كاللي طحنوه طحن 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 في جوان 91 بعد إضراب الشهير اللي عرف بإضراب الفيس إذن هذا الجنرال اللي كان يوماً ما كابران كابرانات فرنسا وباباه كان قايد كبير وكان عندهم آلاف الهكتارات وكانوا عمل عند فرنسا إلى آخره يصبح كان هو يدير فترة الثمانينات أكبر خطر تكب الشاد لأنه خلى العربي بالخير هو رئيس ديوان تاون وفي هذه الفترة يصبح بعدين يحطه وزير داخلية للجنرالات نزار وكذا كانوا معوليها انقلاب وهنا يتحدث على الفوز عموماً دور الأول تضح فيه من بعد الجمعة العشية أنه 232 مقعد حسيمة من أصل حوالي 430 في هذا المئة 232 مئة وثمانية وثمانين فيس خمسة وعشرين أفافاس ستة عشر أفالين وثلاثة مستقلين من غردانيا إذن هذا المئة 232 وين لحزاب الأخرى؟ سفر رسيدي سفر الامدياس سفر جماعة حماس قبل ما يقولوا حمس نحاولهم لأصاها هذه سفر جماعة النهضة جاب الله يومها سفر جماعة لويزا حنون وطروتسكيين سفر وأحزاب أخرى كثير واش فازوا في الحقيقة؟ الفوز الأكبر هو العائلة الإسلامية الفوز اللي بعده العائلة اليسارية أفافاس الفوز اللي بعده ما يسمى بالوطنيين الأفلال أو الفائز الثالث فالشعب جزائري في الحقيقة اختار ثلاث أسر صحيح بدرجات متفاوتة لكن اختار ثلاث أسر في النهاية في أول انتخابات تشريعية حرة وأول وآخر انتخابات تشريعية حرة درك تكره الفيس تحب الفيس هذا تاريخ بغض النظر على موقفنا الشخصي النفسي هذا تاريخ حقيقي كما هو جزء من اليسار ومن الأحزاب قالوا نحن مع الانتخابات الشعب أراد نحن معه كما قلت هذا من بينهم الأفافاس ومن بينهم الأفلال في الحقيقة الأفلال هو أيضا من الخاسرين 16 نقعة فقط من قبل الأفلال كان هو كلش كالحزب الواحد لكن جزء الآخر نادى أو قالوا نديروا لجنة إنقاذ في الحقيقة لجنة إنقاذ كان يخدم عليها نزار قبل ذلك ويقول الجنرال بن حديد جنرال ماجور أحد كبار جنرالات اللي سجنوه من بعد سجنوه القايد صالح يقول استدعانا خالد نزار للقاء في عين نعجة في لقاء سري استدعى كبار جنرالات ربما كانوا في حدود 60 أو 70 جنرال أو أكثر قليلا وكان هو ومحمد تواتي اللي يسموه المخ انتعى الجيش وانتعى الجنرالات وقال لك حطونا في هذا اللقاء السري في قيادة القوات البرية في عين نعجة وجاتنا التعليمات وقالوا لنا وديراس باللي لازم نتخذوا قرار اليوم أو غدا بتوقيف ما سميه بتوقيف المساعد قالوا لهم باللي الفيسي روح ووصنا راح تكون في اللعب يقول بن حديد أننا كنا قلة وهذا بالمناسبة قال هذا في المغاربية وقالها الراديو آم القاضي إحسان سنرى بكين مقاطع نعود أن ننشرهم أيضا إن شاء الله المساعد يسمعني أن ينشرهم غدا يقول كنا قلة من الجنرالات قلنا لا خلوا الانتخابات تمر والدور الثاني زوروه حتى هو يقول قلنا زوروا الدور الثاني الأفلان والأفافاس واللي بقيين في البالوتاج يعني في الدور الثاني يقول لكن القرار كان متخف كنا قلة فقط اللي معا عدم وقف وقلنا لهم اللي وقف هذا المصار راح يدخل البلاد في محن ومشاكل إلى آخر قال لك ما كان القرار متخذينه جابونا فقط باش يديروا بنا الصورة يعني باش على أساس أن كل الجنرالات وافقوا في هذا الوقت كانت عمليات أخرى تجري راحوا بعض الجنرالات للشادلي وقالوا تلغي الانتخابات قال لهم أنا أعطيت كلمتي ما نقدرش نلغي الانتخابات وإذا درنا إصلاحات ديمقراطية ما نقدروش إذا جابت الانتخابات اللي ما نحبوش نلغوها ها ما درناش انتخابات معنا ما توليش انتخابات معناه إلا الانتخابات جابت لنحبوهم الله يبارك إذا جابت لي ما نحبوهمش نلغوها هل نلعب ولا نحرم يعني نربح ولا نحرم قال لهم ما تمشيش وأنا أعطيت كلمتي للشعب قالوا تحمل مسؤوليتك دب الراسك قال لهم أنا مش رح أنتراجع في الحقيقة هذه تحسب للشادلي الشادلي عنده كثير من الأخطاء بما فيهم أخطاء الكابرانات بما فيهم من الزار اللي دارو جنرال العربي بالخير آخرين لكن هذه تحسب له أنه نبقى على موقف رجولي وهو شعب حسن الموضوع وبعدين أضاف اللي كانوا قراب من الشادلي قال لهم هذا برلمان هذه مجتخابات رئاسية مهم شو مليد دور رئاس جمهورية أنا كرئيس جمهورية أستطيع نحل البرلمان لو نشوفهم خرجوا على الطريق يعني لو هذا الفيس خرج على الطريق وبدا يدير في مشاكلها وعندي أنا أنا الرئيس دستور يسمح لي بحل البرلمان في الحقيقة كانت هناك أمور أخرى كلها المفروض أن ما تتم هذه كان عبد القادر حشاني وهذه بشهادات وكان منها طالب إبراهيم يذكرها الشهادة الناس يعرفوها ربما أن عبد القادر حشاني اللي قاد رحمه الله اللي قاد الفوز تعالفيس قال لهم احنا لن ناخذ الحكومة كانوا يفكروا بش يعطوا رئاسة الحكومة لشخصية متفقة عليها كان في ذهنهم ربما حمروش حتى هو اللي يرجع أو طالب الإبراهيمي أو واحد يعني شخصية وطنية مقبولة ورئاسة البرلمان لن ناخذ رئاسة البرلمان لمن؟ نعطوه الأي تحمد مناضل قديم ثوري قديم إلى آخره واشتدوا قالوا احنا ندو ثلاثة وليا أربع وزارات الوزارة الوزارة في حول ثلاثين وزير الحكومة ندو ثلاثة أو أربع وزارات والبقية نخلوها للناس الآخرين اللي يربحوا اللي ما ربحوش ووصلت هذه المعلومات للجنيرالات ووصلت للشاد اللي بالجديد لكن الجنيرالات كان عندهم قرار آخر كان العربي بالخير في باريز وكانت باريز كما قال مارشياني أو ماركياني وهو كان رقم اثنين في المخابرات الفرنسية يومها قالنا رحنا لما قرجت هذه النتائج رحنا إلى الإليزي والتقينا فرانسوا ميتيرا واش يقول فرانسوا ميتيرا ياليت المساعد إلى رئيس معفية يبعث لي هذا المقطع بتاع ماركياني واش يقول فرانسوا ميتيرا قال لك ما قال ناش المخيط تاع فرانسوا ميتيرا قال لهم رئيس لا يريد الملتحين في العاصمة لكن ميتيرا ذاته قال لهم تصرفوا قال لك نفهمنا تصرفوا فهمنا معناها يا الله الإنقلاب طبعا العربي بالخير كان ثم بكبار جنيرالات كانوا ثم يستنوا في الضوء الأخضر تعليم لسي كان نزار يرتف الأمور في الداخل وجنيرالات أخرين في باريز وآخرين كانوا يتفاوضوا مع بوضيا في المغرب وكان مطارد لثمانية وعشرين سنة في القنيطرة وكان يعيش بمصنع أجور يخدم بيده بشي بشي جيبوه هو البديل وكان جنيرالات آخرين وضباط آخرين تعديل يسيدوروا مع الأحزاب مثلا العقيد سمرو يقول رحنا لحزب حمص رحنا لحزب كذا قلنا لهم نشوفوا واش مواقفهم إلى آخره وكان العمل يجري من أجل الانقلاب وسادت حالة من الصدمة والخوف والترقب وعدم المزال الناس كاللي مصدوم من فوز تعالفيس بل أن عبدالقادر حشاني قال لي واحد كان قريب كان جلس معاه لما فاتوا مياء لما خاتي الفيس كان عنده في كل مكان كانت معلومات تصلهم بسرعة في نهاية اليوم الخميس كانت عندهم المعلومات لما فاتوا مياء وبدأوا بعض جماعة تعالفيس يكبروا قال لهم فوق مياء مشكلة يا الخوا قال لهم فوق مياء مشكلة لما وصلوا له قالوا له 1888 قال لهم مشكلة كبيرة ربما راح لانقلاب عبدالقادر حشاني كان يفهم ذلك لكن هذه شعب الشعب هو اللي اختارهم وهذه انتخابات لم يجريها الفيس أو غنصار أو اللي معاهم بسرعة الحكومة وحكومة كانت ضدهم حكومة سيد أحمد غزالي وزير الداخلية كان الجنرال العربي بالخير ليشته الآن كانت الشعب كان يريد قطيعة شاملة مع هؤلاء لكن كان يريد أن يبقى في إطار كما سماها أول نوفمبر في إطار مبادئ إسلامية لأن لو كان جوا بسرعة نشوفوا الحزاب اللي كانت تتكلم عن القطيعة كانوا كينين الامدياس تالهشمي شريف لويزاح النون حزب تروتسكي تاحا شيعيين تروتسكيين وغيرهم كانوا يتكلموا على القطيعة حتى يتكلموا على لادوب الريبتير رأي قديمة هذه لادوب الريبتير إذن ومن الجهة الأخرى كان هناك أحزاب يتكلموا باسم الإسلام والمرجعية الإسلامية حزب نحنا حزب جاب الله وغيرهم ومن نوكين آخرين في الحقيقة أن الشعب مش كله لكن اللي انتخبوا كانوا أنا ذاك 13 مليون ناخب اللي انتخبوا كانوا حوالي 7 ملايين ناخب و800 مليون يعني عدد نسبة عن الناخبين كانت في حدود 60% نسبة مرتفعة خاصة ما جم بعد 60% وشافت الناس ذلك الوقت على الشيء انت صح في هذا في هذا 60% 3 ملايين ونص تقريبا كانوا مع الفيس مليون ونص مع الفيس 500 ألف مع الفيس بالرغم أن الأرقام جاءت مقلوبة في النسبة وهذا نتيجة للقانون الانتخاب اللي كان سيد إذن كان هناك إرادة في المجتمع الجزائري في تلك المرحلة في هذه الظروف قطيعة مع النظام في إطار إسلامي هذه الحقيقة لو كان كان يريد إطار إسلامي بدون قطيعة كان يختار من الحمص يختار من النهضة جماعات اللي كانت تسمى بالإصلاحيين لو كان كان يريد قطيعة بدون إسلام لو كان يختار الوزح النون أو الـ MDS أو الحقيقة أيضا تحسب أن الـ MDS في حين أن الـ MDS انقسم على نفسه ودرك نوري لكم شخصيتين واحد مشى معلان قلاب واحد مشى ضده فإن الوزح النون يومها كان ضد الانقلاب وهذه حقيقة أيضا وتحسب لها كانت فاهمة أن البلاد ممكن تروح للكارثة صحيح من بعد لوزح النون قاعدت في الكرسي ما نضتش أي عندها ذلك 33 سنة وهي عيسة حزب لكن في الموقف هذا وفي هذا الظرف بالذات كان عندها موقف اللي هو أثبت تاريخ أنه كان الموقف الصحيح هي وغيرها أي تحمد طبعا كان عنده الموقف كان ضد تماما لما التقاه نظار وتلبش يلتقي أي تحمد وتلقاه قبل ما يقولوا خلاص نجيبه بغضياف عرض على أي تحمد أن يكون رئيس المجلس العشصير الخماسي بمعنى أن يكون هو في مكان بغضياف قال له أنت تولي رئيس الدولة يعني في المجلس الخماسي أي تحمد قال له من أنتم قالها قبل ما يقول هل قد ذاغي هذه قال له من أنتم من أنتم الشعب انتخب يقال له بسعه وجاب الفيس ونحن نعطوك منصب خير منه ونحن نحو الفيس قال له لا نتنافس مع الفيس في الساحات يغلبني اليوم نغلبه غدوة خير من اللي نولي تحت العسكر طبعا أي تحمد يعرف القضية مليح تخل في معركة مع الحكم العسكري في ثنين وستين ثلاثة وستين ربعة وستين حكم علي بالإعدان لو لا هروبوا إذن يعرف القضية مليح فهمها طيب كان واحد آخر أيضا عرضوا عليه ورفض اللي هو مهري طيب دون ناس تقول مهري لا فلان مع الدولة وكان سافر سابق ووزير أيام الحكومة مهري قال لهم لا قال لهم ما ركو تلعبون النار خلوا الانتخابات تفوت شرائي الشادلي موجود إذا خرجوا ونحرفوا الرئيسي حل البرلمان والناس تقعد شافت شهدت عليهم باللي هؤلاء يفسدوا البلاد إذا خدموا وجابوا لنا شي جديد ينفع البلاد إذا جاوي يتلاعبوا والله جاوي يحبوا يديرها ديكتاتورية والله هاو الرئيس والجيش موجود والرئيس موجود وذلك الوقت يكون كاين تبرير باللي هؤلاء حابيني كما قالوا هما بعض الناس قال لك وان فوت وان تايم مرة واحدة نتخبو نتهى الموضوع فكان كان كانت الناس قالوا لهم وعقلاء كثير قالوا لهم إياكم وانترحوا لعقلاء راهوا يفتح الأبواب الجحيم على البلاد فتح الأبواب بتاع الجحيم وانفتحهاش طبعا أنتم الذين تجيبون أكثر من مائتي ألف قتيل اقتصاد مدور مضمر مجتمع مضمر مجازر بلا حدود هروب للناس أكثر من زجم لا ينهربوا في التسعينات وأكثرهم كانوا حاملين عقول أو الهربين أو الشباب وبعضهم موصل للجبال برغبته وبدون رغبته لماذا؟ الكارثة أنه قبل سنوات يخرج المخ اللي هو محمد تواتي جينار محمد تواتي ويقول فيما جابت به جالة الخبر في صفحة الأولى قبل الإنقلاب لم يكن هناك إرهاب هو قال قبل أن وقف المسار الانتخابي لم يكن هناك إرهاب تعترفون إذن أن الإرهاب تولد هذا اعتراف من عندكم تولد عن الإنقلاب عن وقف ما سميته في المسار الانتخابي بل أن أبو تفيق لما جابوه في الأشهر الأولى قال العنف الأول هو الإنقلاب هذا كان هما جابوه وهذه حقيقة صدقه وهو الكذوب فكان فيه أنا شخصيا طبعا عشت هذه الأشياء وكننا في طرابلوس وكانت تجيني المعلومات وكننا في حالة توطر في حالة قلق في حالة وبعدين ستتراكم لدي معلومات كثيرة مع الأيام مع الوقت قد نتحدث فيها أكثر فأكثر لكن بما أنه اليوم كانت وتصادفت أن 26 ديسمبر حاكم فيها مناظر مدني من حزب الام دي اس منسق حزب الام دي اس فتحي غررس هاوش كان موقف الام دي اس آنذاك ثم نرى موقف راجل آخر بسرعة فقط خلينا نشوفوا لقطتين وهذه اللقطة كانت في تسعة وتسعين خالد نزار وزير الدفاع الجزائر الأسباح تفضل يا سيدي مسأل سيد فيصل يا أهلا وسهلا مسأل نور السلام عليكم عليكم السلام فنشكر الهداعة على هذا الغياف الكريمة وأنا شخصيا نوجه سلامي إلى الآخ المجاعد الكبير في الحشم الشريف أخذ إذار أذكر الحشم الشريف هنا خالد نزار يدخل بالتلفون في إطار الجدال اللي كان بيني وبين الحشم الشريف الحشم الشريف توفى قبل سنوات قبل 15 سنة أو وهنا مقطع بيني وبين الحشم الشريف سيد شبين كلام مهم جدا وهذا موجه إليك أسؤال المطروح أنت أنت تطلق اتهمات خطيرة جدا وقد لا يكون لها أي علاقة بالواقع دعني أسألك سؤال لو كان زعمك بأن قوات الأمن متورطة في المجازب وأعمال العنف التي ما زالت تحدث حتى الأيام الأخيرة الماضية لو كان هذا صحيحا لماذا لم تقضي قوات الأمن على المحكمين بالإعدام الموجودين في السجون أليس ذلك أسهل من قتل الشيوخ والنساء والأطفال هذا سؤال بسيط أولا قابط عليهم في مجزرات سركاجي قتلت بئتين شخص هناك الألاف الآن هذا جزء صغير ليس للتاريخ فقط ويليد كان مسادي بقيت لي أيضا مقطع باش نسمعوا الهشم شريف كيفش يرد يعني لكنه بقيت لي هذا المقطعين ما فيهمش الهشم شريف مش مشكلة فالهشم شريف هو كان مقابلني هناك وطبعا كان يدافع الإنقلاب بقوة وأنه كان يجب ووووووو إلى آخره أما شخص آخر فهو كان مع الهشم شريف في الأمدياس كان قيادي كبير مش عارف لكن هو الأول أو هو الثاني مع هاشمي شريف وقد التقيته قبل حوالي سنتين في باريس وهو هذا الرجل الذي أجله وقدره موسيقى ومظلومين وصوالية ومظلومين وصوالية بإذن الله إن شاء الله ونشوفكم فيها إن شاء الله كان هذا صادق هجرس كلمة سريعة لصادق هجرس وهو من رعي الأول للثورة الجزائرية وقد كان من مواليده في حقه هو الآن عنده ما يقارب لأربعة وتسعين سنة والمواليد أف سعين وثماني وثماني وعشرين بالأربعة ناثيراثة وكان درس بالبرواجية والمدية ثم التحق بالجامعة درس الطب وكان منضم للحزب الشيوعي الجزائري يومها وكان عنده مواقف قبل ما يكون مع الحزب الشيوعي كانوا في الـ MTLD PPA قبل ذلك لكن لما سراما عرف بلاك ريز دو كارونتناف تغيرت شوية الأمور ورح يبقى في مجموعة كانت تقاتل كانوا يسموهم مقاتلي الحرية اللي كانت تبع الشيوعيين لكنها كانت تقريبا تحت الأفلان تحت الأفلان والأفلان وكان مناضلا بها تم معنى وكان طبيبا وكان مثقف وكان حقيقة وظل مقتنع بأفكاره اللي هي تستمد من الشيوعية وكان الشيوعية يومها في السينات والسبعينات دائرة حالة كما رأي الديمقراطية اليوم الشيوعية الشيوعية الاشتراكية إلى آخره بغض النظر على القناعات هذه كل واحد حر فيها وإيديولوجيته لكن وطبعا كانوا تعرضوا للضغط والقمع في أيام بنبلة ثم بومديين ومحيانا كانوا يفرون من البلاد حيانا يعودون للسرية لكن صادق هجرس كان ضد الإنقلاب واختلفوا وانقسموا داخل الامدياس ما بين جماعة الهاشمي الشريف اللي مع الإنقلاب والصادق هجرس اللي ضد الإنقلاب لماذا؟ الصادق هجرس كانت عنده نفس القناع مثله مثل أيد أحمد مثله مثل طالب إبراهيمي مثله مثل مهري مثله مثل كثيرين قال لهم هذو مدنيين آه صح سديد إسلاميس ومنحبوهم شو وقول عليهم ما شئت لكن في النهاية هذو مدنيين تخلص من حكم العسكر رعنا 30 سنة تحكم العسكر تخلص من حكم العسكر هذو مدنيين من بعد إذا أحسنوا الله يبارك هذا يساعد جزائر ككل إذا أساءوا وهذه الناس تعرفهم وبعدين ما زال الشاد لرئيس وممكن يحل برلمان انقسم انقسم الشيوعي البعض مشا معا الإنقلاب والبعض ماذا ضد الإنقلاب وهو غادر طبعا لأنه كانوا خايفين من الاغتيالات فيما بعد كثيرين من من احترضوا على انقلابات من الطيار العلماني أو الشيوعي أو اقتلوا قالوا بللي جماعات إسلامية قتلتهم ولكن في كثير من الحالات مثل الصحفي الشهير اسمار جحا سعيد مقبل وكما تعرفوا في كتاب وين مورال الاتر مع بورغمان صحفية ألمانية لبنانية يقول لها حتى ولو كان مطلق الرصاص يكون إسلامي أو فإن توفيق هو الذي سيقتلني وهذا الذي كان إذن كانت كانت في الحقيقة اللي كانوا فهمين كانوا عارفين باللي أنسى الفيس هذه فرصة لقيام نظام مدني ندخلوا في المعركة السياسية والإيديولوجية مع الفيس آه نعم كاين بعض متطرفين الفيس كاين وكاينين كاين بعض متنطعين كاين وكاينين لكن لما تشوف حتى الناس لو كانوا يجرعوا الناس مؤرخين أو الناس محاحبين وروحوا وشوفوا والمئة وثمانية وثمانين اللي فازوا متاع الفيس أغلبيتهم ربما ما كانش واحد فيهم ما كانش عنده لسانس الأغلبية كانوا يحملوا شهادات دكتوراه شهادات مارجستير انجينيور كثيرين كانوا درسوا ودرسوا في الخارج كثيرين كانوا أساتيس جامعات كثيرين كانوا محبوبين ومعروفين رح شوف انت البرلماني انتاع اليوم رح شوفهم بعد ثلاثين سنة كالمفروض يكون العكس هذه ليس دفاعنا الفيس الفيس لا هو ما له عليه ما عليه لكن الأكيد انه قام القلاب وافتح لنا بواب الجحيم الأكيد الأكيد ان الشعب اليوم يعاني معاناة مرة في حين ان النزار مش فقط يسكن في فيلا عنده عشر الالث متر كحديقة فقط في حيدرة وين المتر المربع يقدر يوصل لميات مليون ولو افترضنا انه فقط خمسين مليون وضربوا خمسين مليون في عشر الالث متر مربع يطلع لكم قيمة الحديقة فقط بدون الفيلا ولكن اصبح ملياردير وكثير من الوزراء والجنيرات مليارديرات وأبناءهم مليارديرات شعب مطحون مسحوق ليفازوا في الانتخابات أدوهم للصحراء ورماهم عند التجربة النووية وصرهم كلي دمرت وأولادهم كلي قتلوا وبعضهم كلي حمل سلاح وبعضهم اللي يهرب في الجبل وبعضهم وإذا بالجحيم يفتح الجزائرين لماذا؟ الدولة العسكرية دعم عسكري لا يقبل بدولة مدنية لا يقبل محاكمة فتح غراس في ذكرى الثلاثين للانتخابات وللانقلاب دليل على أنه بغض النظر على الذي كان سيفوز إذا كان مدني فإن الجنرالات يعتقدون أن الجزائر ملكيتهم حاجتهم انتاحهم شعب اللي فيها خدام وخماس عندهم وبطال وغاشي وخايل هذه العقلية وهذه اللي مرها في الكازيرنات وأنا عاشت ودرت العامين تعالى العسكر سيبيل خاونا هذون إذن والحقيقة أن قبل 64 سنة قتل مناضي الكبير وينسب له حتى يسمى بمهندس من مهندسي الثورة في الحقيقة لم يكن واحد المهندس كانوا مهندسين أيضا آخرين وزعيم وهو عبد الرمضان في مثل هذا اليوم 27 ديسمبر 57 لماذا قتل طبعا تلقى كثير من التسريبات والتفسيرات خاصة تعذوب مخابراتي آه كان علماني آه كان كان سيء الخلوق ويتعامل مع الناس بتعالي وأروقهم ممكن لكن الحقيقة قتل لسبب رئيسي وهو قالهم أولوية أولوية السياسة على العسكري وأولوية الدخل على الخارج أولوية السياسة على العسكري هذه هي القتلاته تعد داخل الخارج ما كانش عندهم مشكلة هذه هي القتلاته وأدت إلى ثلاثة من أكبر الأسامي مش لعب حفيظ عبد الحفيظ بوصوف الأخضر بن طوبال وكريم بالقاسم اللي طرواه بي كما عرفوا وكانوا هم القوة الضاربة تعد ثورة الجزائرية هم اللي قتلوه خنقوه خنقا قالوا له الملك محمد الخامس يحب يتلاقعك لما راح هناك لقى لقى الموت اللي كانوا حضروه له لماذا؟ لأنه كان مصر على قضية أولوية السياسة العسكري كان يعرف كان درس كان قرأ كان متعلم وكان شاف وكان تبدأت بعض وكان شاف بعض الحكومات العسكرية مثل تعفرونكو مثلا أو الفاشيست في إيطاليا ويعرف عقلية العسكر وقال له احنا كنا مدنيين في نهاية المضاف فالآخر احنا كنا مدنيين حملنا كان يحمل السلاح كان يحمل القلم كان يدافع الشعب الجزائري كالسياسي لكن دولة مدنية أنا ذاك لم تعبر بكلمة دولة مدنية كانت أولوية السياسة على العسكر لهي معناها أولوية المدنية على العسكري نعم هذه معركة شعب الجزائري وهذا قدر الشعب الجزائري أن يستمر في معركة تدوم من عقود طويلة وستدوم انسى الفيس انسى الأففاس انسى الأفلان هذا كلها يجووا يروحوا لكن الحقيقة أن دولة العسكر دولة الجنرالات وصلت إلى درجة أن يكون 35 من كبار الجنرالات مسجونين واللي خايفين أكثر من اللي راهم مسجونين واللي مرعوبين واللي ماتوا واللي قتلوهم واللي هربوا هاي واش نتجة نتجة الفشل العارم الفساد العارم الخوف والرعب والجوع واليأس والبؤس هاي دولة العسكر اشتركوا في القناة